المفهوم الثورة هل كان واضحاً في ذهن الشعب أم أنه يعني وهل الذي قاموا بالثورة هم النخب أم الشعب سيد الكريم يعني كل من يدعي أنه كان هو صاحب الصيحة الأولى أو الطبقة الأولى في هذه الثورة أو صاحب الصيحة الأولى هذا يعني نوع من الزيف ونوع من الركوب الموجة يعني هو لا شك أن حركة الشعوب العربية كانت حركة عفوية حركة شعبوية وكاية البوصلة بسيطة وواضحة الشعب يريد إسقاط النظام عملية الثورة هي انقلاب هي عملية تغيير عملية تغيير عنيف عملية تغيير عنيف لأوضاع السياسية والاجتماعية والمنظومة الفكرية والشعوب بصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تتفجر الثورة بقرار من النخبة أو بإشارة من النخبة كم خطب السياسيون على منابر الإعلام وطلبوا الناس خرجوا إلى السورة وخرجوا إلى الشوارع من خرج لم يخرجوا